موسيقى موسيقى بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين الحلقة التاسعة قصة ترميم كنيسة النجاة أعزائي وحباء المشاهدين في قناة الحياة المسيحية مرحبا بكم في الحلقة اليوم ماذا يحدث المسيحيين يطلبون بأن تبقى الكنيسة كما هي أن تكون متحف الشهداء لما حدث من دمار وسفق دم وقد صرخوا ولكن ما من مجيب بسبب الضعف وعدم القوة والصدمة ما زالت مستمرة لقد طالبوا بأشياء قليلة وهو التفكير منهم بأن تكون الكنيسة كنيسة الشهداء كنيسة القديسين الذين قتلوا بأبشع الطرق والتعذيب لم يكونوا يهدفون إلى شيء ولكن كانت ستكون وصمة عار في وجه الإرهاب والذين تدن نفوسهم بعمل مشابه والرؤساء من ضمنهم بعض رؤساء العرب واللي يقول تقصدني يعني يعرف نفسه واني ما مستثني أحد ورئيس الوزراء العراقي في ذلك الوقت وهذا عمل جبان آخر حتى تم تخصيص مبلغ من المال من خزينة الدولة لترميم الكنيسة وهاي إحنا سنين عايشين بالتعمير وكل شوارعنا خربانا باسم التعمير اش معنا هاي تم تعميرها بفترة زمنية قصيرة بدون أي مناقشة وتم تنفيذ الترميم سؤال ما هو السبب ما هو سبب الترميم هل هو خوف أم لأن الذين قاموا في عملية التفجير باسم الدين أي الإسلام وهذا في سبيل أفكارهم لكن هل فكروا في تخصيص تعويض لعوائل اللي صاروا أيتام واللي صاروا أرامل واللي صاروا بدون أولاد ولو ما كوا شي عوض وما أعتقد العوائل التوافق لأن اللي راح منهم أغلى من أي فلوس ما كوا شي عوض عنهم مو مثلكم أنتوا اللي تنباعون بضمائركم الرخيصة واطلقت عوائل المسيحيين عوائل الشهداء على الترميم الذي حدث اسم العملية الصهيونية أو الترميم الصهيوني كنيسة السيدة النجاة هي العذراء مريم هي أمي وأم كل المسيحيين وأم كل العراقيين كيف تجرؤون على هكذا عمل على ما قاموا به مكملين ما قاموا به المسلحين حيث كما قلنا في الحلقة السابقة قاموا مدعين إسلاميين مسلحين بقتل وتعذيب وتفجير شعب الكنيسة باسم الإسلام وباسم الله أكبر ولكن يستمر هذا الأمر الآن بعد إعطاء الحرية في اختيار الكنيسة كما كان للشهداء هذا العمل سيجهد له التاريخ عن هذه المزرة التي حدثت لشعب المسيح في العراق ولكن هناك عمل إرهابي من داخل الدولة أيضا حيث حدثت الحادثة قبل أيام من انتخابات رئاسة الدولة قبل ثلاث أيام وكل العراق يعرف ولم يخبرني أحد لأني كنت موجود أيضا وكنت شاهد على هذا العمل الإرهابي في ولاية الرئيس المالكي تفجير الكنيسة وانتخابات قبل التفجير وانتهاء الانتخابات بعد ثلاث أيام وترميم الكنيسة برغم اعتراض أهالي الشهداء ولكن الضغط كان قوي على الكنيسة وقصص الكنيسة حتى لو استنكروا هذا الكلام فأني أتكلم بلسان الناس وشهداء الكنيسة الترميم هو انتهاك حرية المسيحيين انتهاك حرية الأموات انتهاك حرية الشهداء انتهاك حرية أهاليهم من شنو خايفين؟ خوف من أن تكون وصمة عار في جباهكم فهذا هو بحد ذات وصمة عار فيكم وعليكم على كل شخص كان إلى إيد من كان يحاول القيام أو المساعدة في هذا الأمر عمل إجرامي والقتل بإسم الدين والتكبير بإسم الله أكبر ورسالة إلى بعض المسلمين الذين يفكرون هكذا تفكير وأنا لا أقصد جميع المسلمين الذين في العراق وخارج العراق أقصد المتعصبين الجهلة اللي تم هذا بسبب ضعف المسيحيين أم بسبب أننا أقلية أم بسبب إحنا جالية كما يقول رئيس الوزراء السابق صاحب حزب الدعوة الإسلامي ليساكتين يا أهل العراق ليساكتين يا مسيحي العراق شنو يصير بعد حتى نتحرك ونحشي ونصرخ في وجه الشر هذه شهادة حية إلى العالم كله أن الكتاب المقدس صاحب أقوى مصداقية حيث قال المسيح سيضطهدونكم بإسمي ويطردونكم وسيقتلونكم ظانين أنهم يقومون بعمل أمر لله وهذا ما يحدث يكبرون قبل التفجير والقتل والذبح ويقومون بكل عمل إجرامي بإسم الله الله أكبر الله ما محتاجكم الله أسمى وأعلى من هذا الفكر اللي أنتو تنتسبون إلى فكر دنيئ الله لا يريد هكذا فشل رسالتنا اليوم إلى رئيس الوزراء السابق وعضو حسب الدعوة الإسلامي نور المالكي والرئيس الحالي أنتو مكانكم اللي يحمي مو اللي يضرب أنتو اللي ضد الإرهاب مو اللي مع الإرهاب أنتو يد القانون المفروض مو الظلمة أنتو المنصفين والقضاة والعدل مو إيد الشر أو الشرير ارحم حتى الله يرحمك رحموا يا قضاة العراق وإذا أنتو غلطانين روحوا توبوا يكفي توبوا بل كي الله يغفر لكم روحوا صلحوا مع أنه ماكو شيء يصلح اللي انكسر بالعراق شبير ماكو أي شيء يصلح ماكو أي شيء يتم تصليحه ونصفوا عاد يا حكام العراق اغضوا بالحق يا قضاة العراق يقفي البوق والنهب والمجرات مات الرشاوي اللي راح ضحاياها هوايا ناس يكفي أصحوا يا عراقيين العبادي يسد الكرادة بسبب ضربة بالطابوق واللي برجلين الناس وهو هذا الحل السياسي اللي توصل بي رئيس الوزراء وإذا أنت مو قد الحماية أو حماية أهل الكرادة وتسدوها من وراء التفجير أو الإرهاب مثل ما تقولون طلعوا من الدولة إذا أنت مو قدها ليش باقين لو الشغلة هي بوق وفساد سياسي باسم الدين كل شي باسم الدين إي أدري هذا يا إسلام بي جيتونا يا أهل الأفكار ملعونا أو خلونا نطلع طلعونا هاي الناس منية نتعيش اللي نسد محلاتهم واللي راح رزقهم حتى إيجارهم وأكلهم يعني ماعدهم حتى خبز ما يلقون ماعدهم هذا تعذيب جديد قتل بطريقة جديدة بيا قانون ويا شرع ويا دين لا ترحمون ولا تخلون رحمة الله تنزل كافي لا يفتحون محلاتهم ولا يشتغلون ولا يعيشون مثل باقي الناس لا أنتوا اللي موتوهم ولا أنتوا اللي خليتوهم يعيشون مثل وادم شو تريدون يكفي ظلم يكفي يا ناس يا طيبين خلونا نتحت ضد الظلمة خلونا نتحت ضد الظلام ضد الفساد اللي على بلدنا ويرجع العراق إلى أصحابه وأهله وناسه خلونا نصلي إلى أهل الكنيسة والناس اللي بالعراق والمسيحيين الموجودين والمسلمين اللي هناك حتى يصحون من هاي الغيبوبة اللي دا تصير بالبلد بعد ما تفيد الحضارة ولا التاريخ حتى الشرف راح تاريخنا صار مكتوب بالدم وحضارتنا صارت جثث الأبرياء وصار الشرف باسم الدين ينبع آه وألف آه يا عراق انملت أرضك بدم أولادك وبناتك وكل هذا باسم الدين والمال والسياسة والطائفية والمنافقين تعبنا يكفي عادش وقت تتحدون يكفي يهل العراق يا طيبين ونصلي يا مسيح جمعنا يا يسوع بالمحبة سترنة وبروحك القدوس تقودنا وتحمينا ارحمنا يا مسيح العراق جريح يا مسيح خلونا نتحت بشي واحد نصلي مع بعض مسيحيين ومسلمين ويزيدين وصابق أوكراد كل طوائف العراق ومعتقداته والأديان نصلي يا مسيح العراق جريح تعال يا مسيح صلوا يا ناس يا طيبين إلى سامع الصلاة للمسيح هو وحد المعين يا رب نجي بلدنا يا رب نجينا وارحمنا وين من روح نموت طلعنا من بلدنا ونهانينا وضاع الفرح من كل أهالينا وما خلصنا والموت لحقنا صرنا لاجئين وصرنا أقلية وما خلصنا عدو الخير يريد يدمرنا تعبنا يا مسيح ارحمنا يا رب يا مسيح أطلب منك الخلاص والرحمة أطلب منك تخفر كل ذنوبنا سامحنا يا رب على خطايانا انتوب أمامك يا قدوس يا إله يا قدير تعال يا رب وابعد إيد الظلمة عن أولادك احنا محتاجيك يا رب يسوع نركع أمام الصليب الحمل ثقيل يا رب ابعد كأس المرار عن أولادك بإسمك يا رب نطلب انت يا رب قلت أطلبه بإسمي وإحنا نطلب بإسمك يا يسوع المسيح ما عدنا قوة ولا ذهب ولا فضة عدنا اسم المسيح يسوع نطلب حماية وشفاء لكل الناس والمساكين والعراقيين والسوريين وكل إنسان مسكين وحزين في كل مكان خلونا نصلي كلتنا من أجل البلد يا رب يسوع نضع بلدنا بين إيدك إيش في جروح الناس التعبانة الحزينة والمساكين والمحتاجين والمظلومين يا رب ارحمنا وارحم بلدنا وأهلنا ارحم العراق وأهل العراق المسيحيين والمسلمين واليزيدية والصابق والكراد والتركمان وكل أهلنا وناسنا والعراقيين يا رب يا رب رجع فرحتنا والسلام اللي كان عندنا انطينا سلامك يا رب رجع يا رب المحبة تسكن في قلوبنا لأن اسمك الله محبة لمشم للعراقيين يا رب أنت أبونا ورجعنا يا رب انحن على بعضنا اسكن يا يسوع في بلدنا وقلوبنا وبيوتنا وبيك يا يسوع منتصرين وباسمك يا مسيح نطلب وكل من يؤمن بالمسيح يقول آمين الحلقة القادمة حتكون الحلقة العاشرة أصرخوا يا أهل العراق الرب يبارككم حبايبي مشاهدي قناة الحياة إلى اللقاء بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين